أعتقد ممكن نبدأ الآن أعتقد عدد الحضور ثابت منذ فترة أهلاً وسهلاً بحضرتكم أنا محمد مصطفى مسؤولي المشاركة الإقليمية في داتا سايد لمنطقتين الشرق الأوسط وآسيا ومعي زميلي نبيل قصيبي مسؤولي المشاركة العالمية في أوركيد إن شاء الله النهاردة هنتحدث عن بنية تحتية بحثية مفتوحة أساسيات ومفاهيم في أجندة اللقاء اليوم هنتطرق لمقدمة عن هذه الورشة ومقدمة عن العلم المفتوح أيضاً بعد كده نبيل هيكلمنا عن مقدمة عن المعرفات الدائمة أو الفريدة وأيضاً بعد ذلك ستطرق نبيل إلى حديثه عن أوركيد ودوره الهام في دعم البحوث المفتوحة بعد ذلك إن شاء الله سأقوم باستعراض داتا سايد ودورها في دعم بنية تحتية بحثية مفتوحة وسننهي هذا اللقاء إن شاء الله بعرض مباشر لفوائد أوركيد وفوائد أيضاً داتا سايد من خلال عرض عملي ويكون عندنا في النهاية فقرة الأسئلة والأجوبة في البداية هذه الورشة أو ورشة العمل باللغة العربية فكرنا أنا ونبيل في بعض الجلسات الخاصة نحن نقوم بعمل هذه الورشة للتحدث إلى المجتمع الأكاديمي في المنطقة العربية لزيادة الوعي بشكل عام بأهمية العلوم المفتوحة والبحوث الحرة والوصول الحر أكيد حضرتكم على وعي كامل بهذه المصطلحات وأيضاً عن أهمية أو الدور الرائد التي تلعبه المعرفات الدائمة أو المعرفات الفريدة البرزيستنت ايدينتيفيرز ودورها إلهام في تحقيق البنية التحتية البحثية المفتوحة عشان كده بنفكر إن شاء الله أن نحن نعمل نسخ مختلفة من هذه الورشة حبينا نبدأ بأول موضوع أن يكون موضوع عن البنية التحتية البحثية المفتوحة والعلوم المفتوحة بشكل عام فده بشكل سريع مقدمة عن هذه الورشة والفكرة من وراءها زي ما أردت لحضراتكم هيكون معنا نبيل مدير المشاركة العالمية في أوركيد وهو أحد المعرفات الرائدة للباحثين الأكاديميين وأنا أيضاً هتطرق إلى داتا سايت ودورنا واللي بنشتغل فيه مع المستودعات المؤسسية والرقمية في البداية خلينا نبدأ بتعريف أو الديفينيشن الخاص بالأوبين ساينس أو العلم المفتوح هو مفهوم شامل يجمع بين حركات وممارسات مختلفة الهدف الأساسي هو الاطلاع بحرية على المخرجات البحثية بلغات مختلفة حتى نمكن الجميع من الانتفاع بها وإعادة استخدامها أكيد حضراتكم عارفين أن الريوزابيلتي أحد المحاور أو عادة الاستخدام أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أو أهداف علوم العلوم المفتوحة وأيضا يهدف العلم المفتوح إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل المعلومات والخبرات مما يعود بشكل عام أو بفائدة على المجتمع الأكاديمي أو حتى المجتمع بشكل أوسع أيضا يمكن العلم المفتوح الجهات المختلفة الفاعلة غير المنتسبة إلى الأوساط العلمية من المشاركة كالمواطنين من المشاركة في عمليات إنتاج المعرفة وتقييمها أيضا ونشرها يشمل العلم المفتوح وده شقهم جدا كل التخصصات العلمية وجوانب الممارسات العلمية هو ليس متصر فقط على العلوم الطبية أو العلوم الفيزيائية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية ولكن مفهوم العلم المفتوح يشمل كل التخصصات العلمية والممارسات أيضا المرتبطة بهذه العلوم من جمع إحصائيات أو معلومات أو كريشل لمودلز فكل هذه الممارسات المرتبطة بعملية البحث العلمي يدعمها مصطلح العلوم المفتوحة هناك أربع أركان رئيسية لمفهوم العلم المفتوح المعارف العلمية المفتوحة البناء الأساسية للعلم المفتوح التواصل العلمي والمشاركة المفتوحة للجهات المجتمعية الفاعلة إن شاء الله في هذا اللقاء هنتطرق لركنين أساسيين هو الركن الخاص بالمعارف العلمية المفتوحة والبناء الأساسية للعلم المفتوحة ممكن في لقاءات لاحقها بإذن الله نشرح الأركان الأخرى ده السكرينشوت للتعريف العلم المفتوح والمحاور أو الركائز الأساسية اللي أصدرها والسورس الخاص بها هي منظمة اليونسكو زي ما حضرتكم شايفين في تندرج تحت المعارف العلمية المفتوحة خمس أشياء الرئيسية هي المطبوعات والمنشورات العلمية الشق آخر هو البيانات البحثية المفتوحة أو الـ Open Research Data فيه الموارد التعليمية المفتوحة الـ Open Educational Resources فيه البرمجيات مفتوحة المصدر الـ Open Source Software وفيه أيضا الـ Open Hardware أو الأجهزة المفتوحة فده الشق الخاص بالمعارف العلمية المفتوحة في أول نقطة من هذا الشق المطبوعات والمنشورات العلمية طبعا بنتكلم على كل المطبوعات أو المخرجات البحثية سواء كانت مقالات سواء كانت Conference Presentation أو Conference Proceeding يتم نشرها في وثائق المؤتمرات سواء كانت نسخ أولية حتى من الأبحاث اللي بنسميها باللغة الإنجليزية الـ Preprints كل هذه تتاح على منصات نشر مفتوحة تعمل بنظام الوصول الحر أو الـ Open Access فالـ Open Access أو نظام الوصول الحر هو جزء من مصطلح العلم المفتوح العلم المفتوح هو مصطلح كبير أو مظلة كبيرة يندرج تحتها عنوين ومصطلحات مختلفة الشق الثاني هو الشق الخاص بالبيانات البحثية المفتوحة سواء كانت بيانات رقمية أو متماثلة أو بيانات تم معالجتها أو أيضا بيانات وصفية تم جمعها عن data sets أو مجموعة بيانات مختلفة يجب أيضا أن تكون هذه البيانات البحثية مفتوحة ويتم نشرها وإتاحتها للجميع المحور الآخر هو محور الخاص بالموارد التعليمية المفتوحة وهنا بنتكلم عن المواد التي تستخدم لتدريس العلوم أو الـ Education Resources إنها تكون متاحة سواء على مستودعات مؤسسية كمان الترخيص بتاع الرخص بتاعتها تكون في نطاق الملك العام اللي هي الكرياتيف كومن رخصة المشاعر الابداعي المفتوحة اللي بتمكن الآخرين من إعادة استخدامها إعادة البناء عليها اللي اطلاع عليها أيضا بشكل مجاني أحد أيضا المحاول الهمة في المعارف العلمية المفتوحة هو محور خاص باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر وأيضا مفتوحة الكود السورسو كود أو الشفرة المصدرية لهذه البرامج أيضا تكون متاحة ومرفوعة على ريبوزوتريز أو مستودعات خاصة بالبرمجيات تكون متاحة بشكل مفتوح وأيضا الترخيص الخاص بهذه البرمجيات يكون ترخيص مفتوح حتى يتمكن من استخدام هذه الأكواد أو هذه البرمجيات وإعادة استخدامها وإعادة إنتاجها أيضا في العملية البحثية هذا هو الشق الثاني أو المحور الثاني احنا غطينا بشكل سريع المعارف العلمية المفتوحة هننتقل للشق الثاني وهو الشق الخاص بالبناء الأساسية للعلم المفتوح أو الريسيرش انفرستركشر الخاصة بالعلوم المفتوحة التعريف أيضا كما أصدره اليونسكو أو التعريف الخاص بالبنية التحتية البحثية المفتوحة اليونسكو بيتكلم على أن هذه البنية الأساسية البحثية المشتركة هي شقة أساسية لدعم عملية العلوم المفتوحة أو العلم المفتوح وتلبية أيضا احتياجات مختلف المجالات وبنتكلم في البنية التحتية عن البنية التحتية للمنصات النشر منصات النشر العلوم منصات أيضا الأبن ريبوزوتريز أو المستودعات المؤسسية التي تتم إتاحة فيها هذه المخرجات البحثية المختلفة سواء كانت مقالات سواء كانت رسائل ماجستير والدكتوراه سواء كانت سامبلز سواء كانت مجموعات بيانات تم تجمعها خلال القيام بالعملية البحثية فإحنا بنتكلم على بنية تحتية بحثية مفتوحة تجمع كل هذه المخرجات ولكن الشق اللي وصت به اليونسكو هو شق استخدام أن هذه البنية البحثية المفتوحة زي ما ظاهر أمام حضراتكم تكون معتمدة على معرفات فريدة ثابتة أو ما نسميه المعرفات الدائمة واعتبرت اليونسكو أن استخدام هذه المعرفات لتحقيق الغاية أو الهدف بنية تحتية بحثية مفتوحة هو ضروري للغاية للانتقال إلى مجتمع علم مفتوح بشكل كامل وأن هذه المعرفات ممكن أن تدعم طيف واسع من المخرجات البحثية ولها أيضا أشكال مختلفة زي ما نشوف إن شاء الله في البرزنتيشن الخاصة بنبيل أيضا هذه المعرفات الفريدة أو الدائمة تعمل مع المنصات المختلفة سواء كنا بنتكلم على منصة نشر أكاديمي سواء كنا بنتكلم مع مستودع مؤسسي أو مستودع متخصص حتى مستودع خاص بالطروحات العلمية أو الرسائل المجستير أو مستودع خاص بالبيانات داتا ريبوزوتري فهذه المعرفات لها دور أساسي في دعم البنية التحتية المفتوحة ونحاطة أيضا الـ URL الخاص بهذا التعريف أو هذه الوثيقة من يونسكو لحضراتكم حتى تطلعوا عليها في النهاية العلم المفتوح أو في نهاية هذه المقدمة العلم المفتوح بشكل عام يحتوي على عديد من القيم الهامة جدا وله أيضا العديد من المبادئ أول هذه المبادئ هو تحقيق الشفافية أو الترانسبيرانسي في عملية القيام بالأبحاث ونشر الأبحاث ويشجع أيضا النقد النقد هنا النقد البناء اللي هو التعليقات البناءة على عميلة البحث التي تؤدي إلى إنتاج أبحاث أفضل يشجع أيضا تكافؤ الفرص يشجع أيضا المسئولية والإحترام والمساءلة أن الresponsibility اللي يقوم بها الباحث أو يتحملها الباحث عند قيامه وبطرحه بأطروح معينة أو بحث معين أنه يتحمل هذه المسئولية يشجع أيضا العلم المفتوح التعاون والمشاركة والشمول مما بين كل المناطق المختلفة كل المناطق الجغرافية أيضا يتسم أيضا بالمرونة ويهدف إلى تحقيق الاستدامة وده شيء مهم جدا القيم الأساسية للعلم المفتوح هي قيم الجودة والنزاهة تعزيز الجودة في المخرجات البحثية تعزيز أيضا عملية النزاهة تحقيق المنفعة الجماعية زي ما تكلمنا المنفعة الجماعية بشكل عام ليست فقط على الباحث لا تشمل فقط الجامعة أو المؤسسة البحثية بل على المجتمع بشكل عام الإنصاف والعدالة أيضا أحد القيم عن طريق مثلا في أوركيد نقدر نتراك أو أنا ككونتروبيوتر أو كمساهم كعملية بحثية أقدر أضيف للأوركيد ريكورد الخاص بي كل المخرجات البحثية اللي أنا قمت بيها فده في إنصاف وعدالة لكل المخرجات البحثية اللي أنا أنتجتها كباحث أقوم بتسجيلها أيضا التنوع والشمول ده شيء هم جدا وفي أيضا الرابط الخاص بتقرير اليونسكو باللغة العربية عن العلوم المفتوحة في نهاية هذه المقدمة إن شاء الله هنتقل حاليا إلى النبيل نبيل هيكلمنا عن المعرفات الدائمة أو المعرفات الفريدة على حسب الإسم الذي سيتم اعتماده وأيضا هيتطرق إلى الحديث عن أوركيد ودوره الهام في بناء بنية تحتية بحثية مفتوحة شكرا محمد ويعطيك العافية وشكرا لكم على الانضمام والخضور لهذه الندوة وفعلا يعني هو موضوع هام وحاسم يعني المناقشة حول البنية التحتية المفتوحة والبنية البحثية المفتوحة وهو موضوع حاسم يعني ليس فقط في تقدم البحث ولكن أيضا في تشكيل مستقبل جهودنا الأكاديمية والعلمية وبالأخص يعني في الرقعة العربية والبحث العربي بصفة عام يعني نحن اليوم هناك الحديث عن البنية التحتية البحثية أو البنية البحثية المفتوحة والمعرفات المستدامة يعني حتى المصطلح متع المعرفات المستدامة أو إلا الدائمة أو إلا المستدامة يعني نزلنا في بعض التوضيحات وبعض التصحيح يعني أنه معناش يعني رفرنس وإلا يعني تعريف حصري للمصطلح في عالم البحث الأكاديمي اللي هو يعني سريع الإيقاع لازم يعني نحطه عن أهمية التعاون ومشركة يعني جميع أفراد المجتمع لتحسين هذه البنية التحتية البحثية وفهم أدواتها بصفة عامة وفهم تفعيلاتها يعني يعمل الباحثون في جميع أنحاء العالم للاكتشاف رؤية جديدة وتطوير تكنولوجيات رائدة ومواجهة تحديات يعني معاقدة ومع ذلك يعني ستكون هذه الجهود بلا جدوى إذا لم نتمكن من التواصل ومشاركة نتائج أبحاثنا بكفاءة وهذا هو المكان الذي يأتي فيه دور البنية التحتية البحثية والمفتوحة والمعرفات المستدامة صفة عامة وتشير البنية التحتية البحث المفتوح إلى أدوات ومنصات رقمية وخدمات التي تسهل البحث المفتوح والتعاون تعاون بين المؤسسات تعاون بين البحثين تعاون بين المؤلفين لأنها توفر بالأساس يعني تمكين المجتمع البحثي العالمي من بناء شبكات والمنصات من المواد المرتبطة يعني متنشفوا بدقة شو ما هالمواد المرتبطة وكيف يمكن ربط هذه الكائنات الرقمية يعني في هذه البنية التحتية وتمكن أيضا هذه البناء الأساسية يعني للبحثين من الوصول إلى البيانات ومشاركتها وتعاون فيما بينهم عن البيانات والمنشورات والبرمجيات وغيرها من نواتج البحث لأنها تضمن أن يكون البحث شفاف ومتاحاً ويمكن تكراره وإعادته وهذه هي أساس المنهج العلمي تمام نبيل أسف لو استوقفتك أنت ممكن تعمل شير سكرين ولا أنت دا الشق بعد كده هتعمل شير سكرين أنا هتحدث وعمل شير سكرين يعني أنا هم يمكن حتى أعمل شير سكرين دلوقتي بس سيكون بس على الشريحة الأولى تمام شكراً تمام يعني يعني الإشارة لل Persist Identifiers وعلى المعرفات الكائنات الرقمية سنستكشف أهميتهم يعني أهميتهم في استدامة المعلومة المعرف المستدام المختصر غالباً بالمعرف الكائن الرقمي مثل مجموعات البيانات والمنشورات والمكاون البرمجيات يلعبوا دوراً هاماً في ضمان استدامة وإمكانية الوصول إلى نواتج البحث لأنها تعتبر ببصامات رقمية للأعمال العلمية مما يتيح للباحثين استشهاد واستكشاف ووصول إلى هذه الموارد بفعالية وتمكنهم أيضاً من فهم أهمية المعرفات المستدامة وربطهم بالأعمال البحثية بصفاعة أهمية أنا هعمل على البرزنتيشن إذا في سؤال مع الحاضرين ممكن حضراتكم تسألوها على هذا الشات بوكس يعني هذه هي البرزنتيشن من سيلة أوركيد وهذا العرض من أوركيد عنوان أهمية العلم المفتوحة وأدواته وبالأخص مقدمة حول أوركيد وأهميته في البنية التحتية المفتوحة البنية التحتية البحثية المفتوحة نبدأ يعني بمهمة ورؤية أوركيد مهمة أوركيد هي تمكين روابط شفافة وجديرة بالثقة بين الباحثين ومساهماتهم وانتماءاتهم عن طريق توفير معرف فريد ودائم للأفراد لاستخدامه أثناء مشاركتهم في أنشطة البحث والعلم والابتكار رؤية أوركيد هي عالم فيها تم التعرف بشكل فريد عن جميع من يشارك في البحث والعلم والابتكار ويتم وصلهم بمساهمتهم عبر التخصصات والحدود ومرور الزمن يعني هذه التعريف المعرف الرقمي للباحث وإلى المؤلف وإلى العالم يعني كما حكينا على المعرفات الرقمية عنا معرفات رقمية الأساسات عنا معرفات رقمية لكائنات الرقمية وعنا معرفات رقمية للباحث وإلى العالم وإلى المؤلف واليوم يعني في الشق الخاص به بش نحكيه أكثر على المعرف الرقمي أوركيد وأهميته في البنية البحثية المفتوحة أوركيد كمؤسسة توفر ثلاثة خدمات رئيسية الخدمة الأولى هي معرف أوركيد وهو ما يعرف بأوركيد أيضا يبدو الباحثين أنهم يستخدمون يعني هذه الكلمة بشكل متبادل بغض النظر عن الإسم إنها معرف تريد ودائم متكون من 16 رقم 16 رقما الذي يمتلك الباحث ويتحكم فيه إلى الأبد والذي يميزهم أيضا ويفصلهم عن كل باحث آخر طوال مسيرتهم المهنية ثانيا سجل أوركيد وهو سجل يقدمه أوركيد يعرف أيضا بالسيرة الذاتية الرقمية لالتقاط المعلومات ذات السلة بأبحاث الباحث ويمكن أن يتضمن معلومات عن توظيف عن تعليم عن تمويل عن مراجعة الأقران عن النتائج البحثية عن بيانات وسجلات أخرى ثالث خدمة هي توفير واجهات برمجة تطبيقات أو يعني زي ما قولوهم بالإنجليز زي Application Programming Interfaces لتمكين نقل البيانات بين سجل أوركيد وأنظمة منظمات بحثية داخلية يعني هذه البرمجة تطبيقات واجهات برمجة تطبيقات تمكننا من إضافة هذه الخدمات وإضافة هذه المعلومات إلى سجل أوركيد للباحث وإلى المؤلف وإلى العالم وهذا يعني يرسم يوضح كيف أوركيد يرفع الغموض عن الباحث والمؤلف والعالم بتمكينهم من وضع كامل المعلومات وكامل سيرتهم الذاتية في سجل وتقديم هذا السجل من أجل تعريف بالباحث وتعريف بأبحاث الباحث وأبحاث المؤلف يعني منتوج المؤلف تم بناء أوركيد من الصفر لكسب أوسع ثقة ممكنة من الجماعات التي نخدمها يعني أوركيد يعني عندها مساس عالمي بالكامل المجتمعات في العالم ولدينا مبادئ وقيم تأسيس يعني يمكنكم التواصل معها يعني رؤيتها في الويب سايت متع أوركيد ونلتزم أيضا بالسيطرة من قبل الباحث نريد أيضا للباحث أن يكون له وهذه السيطرة الدائمة على سجل أوركيد يعني سجل أوركيد هو خاص بالباحث ليس خاص بأوركيد برمجيات مفتوحة المصدر وبيانات مفتوحة تحت مفهوم البيانات العادلة أو الفير برانسيبولز يعني الفير برانسيبولز هما يعني وضع البيانات في حالة findable, accessible, interoperable, or usable يعني بالإنجليزية بس التعريف العام بالعربية هو يعني الوصول الحر لهذه المعلومات وأيضا تحقيق التفاعل بين الأنظمة والبرمجيات لهدف إعادة استعمال هذه البيانات نموذج عمل عادل ومستدام يعني عندنا نموذج عمل واضح ومستدام ونهدف أيضا إلى تحقيق التوازن بين سيطرة الباحث وجودة البيانات يعني كما تشوفوا هنا على الشاشة الأعمدة اللي مرتكز عليها ORCID كمنظمة هي البنية الاجتماعية والبنية القانونية وهما يعني يهزوا أو ينهضوا بال ORCID الـ values منتع ORCID اللي هما الانفتاح والثقة والاندماج يعني open, trusted and inclusive أيضا ORCID أسست في الولايات المتحدة على أساس قانوني غير ربحي وهي منظمة ذات عضوية مفتوحة للجميع وأيضا تديرها هيئة هيئة مجلس انتخاء يعني ينتخب من قبل الأعضاء وأيضا نحترم نحترم كل ما هو سياسات خصوصية لتنظيم أو لحماية البيانات مثل GDPR في في أوروبا مثل بوبي أكت في جنوب أفريقيا مثل US Privacy Shield في الولايات المتحدة يعني كل هذي لوائح عامة للبيانات وإلا لحماية البيانات الشخصية وحتى المؤسسية اللي ORCID أخذتهم بعين الاعتبار و يعني كما قولوا بالانجزاء compliant وإلا يعني في نفس النطاق هذه البيانات هذه اللائحات هناك عنا أيضا اتفاقيات توظيف ملزمة قانونيا وقوعة السلوك وهي يعني من الأساسيات أيضا للقيام يعني بهذه الاندماجات بين البرمجيات وأيضا للحوار مع الباحث سفة عامة عبر هذه المنصات نادف أيضا إلى تحقيق توازن بين سيطرة الباحث وجلدة البيانات معنا يعني شروط استخدام مثل يعني منع التمثيل الخاطئ ويمكن أيضا لأي شخص في المجتمع الاعتراض على البيانات زائفة للسجلات يعني إذا أي باحث أو أي مؤلف أو أي عضو في أركيد يشوف يعني أنه فيما بيانات زائفة يمكن له المشاركة مع أركيد بهذه المعلومة وننظر يعني في هذه البيانات لأنه يعني خوارزمية التعلم الآلي يعني تكشف الرسائل العشوائية واضحة يعني عنها موجود هالسبام وأن الرسائل العشوائية والاستجلات العشوائية في أركيد ونحن نعتمد يعني على المجتمعات لتنظيف يعني مساعدتنا لتنظيف هذه البيانات واستجلات العشوائية بصفة عامة تزالوا عن الاستخدام بانتظار التصحيح أو الانسحاب بصفة عامة بالنسبة للباحثين هم السجلات التي يمتلكونها هم سجلات خاصة بهم يعني السجل الأركيد هو خاص بالباحث وأيضا يمكن التحكم في من يكون له الحظ للوصول إلى المعلومة يعني كله تحت التحكم للباحث ويمكن أيضا تغيير تفضيلات الوصول في أي وقت يعني إذا أنا أعطيت حق الوصول إلى نشر على سبيل المثال ويلي أو تيرر الفرانسيس أو سبينجر نشر وبعدين غير تراي يمكن يعني أحذف هذا الوصول بين السيستم البرمجين النشر و أركيد ريكورد نتاعي يعني هذا يمكن تفعيله في أي وقت ويمكن أيضا للمؤسسات إضافة معلومات إلى سجلات أركيد فقط بإذن الباحث يعني بإذن منها الباحث ويمكن أيضا تحديث هذه المعلومات أو حففها فقط إذا تمت إضافتها من قبل برنامجياتهم أو من قبلهم كمؤسسات وجديد ذكر أن تراكم الثقة في سجل أركيد مع مرور الوقت هو يعني يضيف ثقة للبيانات اللي في أركيد يعني قد ما عنا بيانات نضيفوهم في سجل أركيد قد ما سجل أركيد دعنا يكون عنده ثقة ويكون كامل وجاهز للناشر وإلا للممول وإلا للمؤسسة البحثية اللي أنا فيها ماذا يوفره أركيد يعني بصفة بسيطة هذا معرف أركيد ودوم 16 رقم لمعرف أركيد إذا تخيلوا معرف أركيد هذا في وسط كونتينر أو في وسط علبة والعلبة هذه يعني مقسم الشرائح الشريحة الأولى مثلا مرتبطة بالمؤسسة البحثية بهذا البحث الشريحة الثانية مرتبطة بالنشر اللي يخصه الأمر يعني في مرحلة البحث ومرحلة النشر ويمكن أيضا وصله بالممول وفي وفي الجهة الأخرى أيضا يمكن للممول يعني وإلا النشر وإلا المؤسسة البحثية إضافة خدمات والدعم يعني من برنامجياتهم إلى سجل أركيد وهن يعني المعرفات الكائنات الرقمية يلعبوا دور كبير في وصول هذه المعلومة بين هذه العناصر وأيضا يمكن لهذه العناصر يعني الممول وإلا النشر وإلا المؤسسة البحثية الاتصال بين بعضهم لإيصال المعلومة للممول مثلا لرؤية أعمال الباحث ولرؤية سيرة ذاتية للباحث وللنشر أيضا لمعرفة المنشورات السابقة للباحث وأيضا للمؤسسة البحثية لإعاد يعني إضافة الانتماء وإلا التثبيت في الانتماء بالنسبة لهذا البحث ويعني كما قلت المعرفات الدائمة والمستديمة يلعبوا دور فعال في هذه الحلقة لأنهم هما السبيل لربط هذه المعلومات ولربط البرمجيات بين بعضهم مثلا على سبيل المثال نعرف لمعنا يعني أخصائيات في المكتبة معنا حاضرين مثلا المستوضع الرقمي دي سبيس والمحتوى متاعه كيف نمكن هذا المحتوى بشيكون يعني مرئي للعالم يعني بواسطة استعمال هذه المعرفات الرقمية الدائمة معرفة المستديمة يمكن تفعيل هذا يعني بتلقى أيه بصفة آلية مجتمعات ممارسة أوركيد يعني بصفة سريعة يعني استراتيجية أوركيد يعني من خلال تفعيل هذه مجتمعات الممارسة هو تفعيل أو توفير المجال ومهمة أوركيد هي يعني تمكين التوفق بين عنظمة المعلومات البحث وربط الباحثين ومساهماتهم ولا إسهاماتهم ومجتمع يعني مجتمع بحثي وطني أو إقليمي أو أوسع يعني بما نسميه بالإنجليزية consortium وإلا بالعربية التحالف ويمكن على سبيل المثال أساسات البحث والجامعات والجهات الممولة والبحثين الذين يجب أن يكونوا دائما في صميم ما نقوم به يعني هذه التشكيلة عناصر المجتمع هي التي نحن بها هي التي نحب نفعلها ونحب نقاومها صفة عامة يعني إذا الممول يشارك والناشر يشارك والمؤسسة البحثية تشارك والباحث والمؤلف يشارك تكون عنا يعني مشاركة فعالة وكل عنصر من هذه الحلقة يكون يعني فاهم دوره وفاهم بالضبط ما يمكن الاستفادة منه من هذه البنية البحثية التحتية بالنسبة للممارسة هي يعني عنصر فعال وتمكننا من التفاعل عبر المجتمعات التي يعزز التكنولوجيا التي تعزز التكنولوجيا والاتصال في مشاركة معلومات البحث في الشريحة هذه يعني عنا بعض الأمثلة حول منفعة Orchids للباحثين يعني لإدارة كيفية كتابة اسمهم أو لرفع اللباس أو الغموض على أسامهم في البداية هذا يعني استطلاع عملها عام 2021 واسألنا فيه المجتمع أو لمجتمعات Orchid عن أهداف المشاركة بOrchid وكيف كافية الاستفادة من Orchid من الإجابات المعروفة والإجابات الكثيفة التي تحصلنا عليها أن Orchid يساعد على تحقيق أهداف المجتمعات البحثية يعني هذا وصلنا يعني من مجتمعاتنا بعد ممارسة تفعيل Orchid في البرمجة في المنصات في مصدع صدعاتهم الرقمية وهذا يعني واحد من الاستنتاجات اللي عجبونا يعني في Orchid وأحنا فخورين به تقليل ألعب إداري يعني Reduce Administrative Burdens الإنجليزية وتقييم وأعلان التأثير البحثي وأيضا في مرحلة أخرى أو في إجابات أخرى عن زيادة رؤية البحثين يعني زيادة اكتشاف أعمال البحثين واكتشاف أعمال المؤلفين وأيضا تحسين توفقية تحديد أو توضيح هوية البحثين يعني هو من أول أساسية Orchid وأيضا تحسين جودة البيانات وبالطبع Orchid يساهم في تلبيات أو وضع سياسات وطنية أو سياسة تمويل يعني خاصة بممولين كما الحال يعني في يعني في إنجليترا أو United Kingdom عنده استخدموا Orchid والمعرفات الرقمية لبناء السياسة الوطنية للتمويل ويمكن يعني نتواصل معكم بالرابط لل يعني الوضعية ذيك أو للسياسة ذيك Orchid موجود بالضبط في أفريقيا والعالم العربي عنا العديد من المؤيدين والدائمين لأوركيد في أفريقيا مثل واكران وهي الناس ريسورش نتوكيشن يعني ريجونال ريسورش نتوكيشن نتوك والشبكة الجهوية للبحث والتعليم وآزرن اللي هي المنظمة العربية لشبكة البحث والتعليم وبنتونت اللي هي يعني أخوتهم يعني منظمة أخت للآزرن واكران بس في الجهة الغربية لأفريقيا وعنا بعض الأعضاء كما كما نوليتش إي كما جويب وهي جوردانيان Open Innovation Platform المنصة المفتوحة للابتكار الأردنية وكاوست هي جامعة عبدالله للعلوم التقنية والأردنية بالأردن يعني هذا مثال صغير عن أعضاء نا أو الأعضاء اللي يدعم أوركيد في في أفريقيا وشرق الأوسط في أفريقيا هناك غير أعضاء بس يدعم أوركيد والبحث المفتوح كما أفريقيا الكايف تيسيس أفريكا أيتوكا ياريما أو إيفل هذا يعني مثال عن أهمية استعمال أوركيد والاستعمال هذه المعرفات لرفع لباس عن الاسم الباحث أو الاسم المؤلف هذه يعني منشورة للأخ حسين دين التركي وهو أستاذ في جامعة أسفاق في تونس ويقول وعلاوة عن ذلك يعني في سياق البحث تقسم أعمال بحث العلماء والباحثين إلى عدة أقسام أنهم يستخدمون تهجئات مختلفة لأسامهم في أوراقهم على سبيل المثال منجي بن حميدة الذي يمكن يعني كتابته منجي بن حميدة يعني بهذه الطريقة أو ميم بحميدة أو بن حميدة منجي وهي تهجئات مختلفة للإسم للإسم باحث واحد يعني نفسه ومن المفترض أن يتعرف عن ذلك جوجل سكولر أو منصات أخرى في عديد من الحالات ومع ذلك يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على تصنيف تونس يعني كبلاد في بعض التصنيفات الدولية يعني الـ كما مثلا THE وإلا الـ قواليتي رانكينج يعني هذا استشهاد من حسين دين تركي أو شهادة لأنه يعني توضح أنه أركد يعني آدات مهمة جدا في تفعيل رفع اللباس عن الباحث والأكاديمي إضافة أنه هناك مجالات قليلة جدا عبر الإنترنت متخصة الباحثين ناتقين باللغة العربية اللي تجميع أعمالهم وإقامة الاتصالات مع إدماجهم وانا والأخ محمد يعني نحاول نبذ مجهود للاتصال بهذه المنصات والبرمجيات لفهم يعني كيفش يمكن نشتغل مع بعضنا وكيفش إدماج المعارفات الرقمية في هذه المنصات وأيضا مؤسسات مختلفة تعمل على واجه عزلة باستخدام أنظمة قديمة يعني يرينا نشوف هذا بصفة عامة في مجتمعاتنا يعني مثال بشنج عن مثال DSpace لأنه Open Source ويأني مفتوح الوصول عن أنظمة DSpace قديمة جدا بالأخص في المغرب العربي يعني هذي إستنتجت أنه صحيح هو فعال إذا نستعمل DSpace 5 أو DSpace 4 أو DSpace 6 لكن ما هوش مندمج مع الأنظمة الجديدة وما هوش مندمج كما ينبغي مع Persistent Identifiers وإلا المعارفات الرقمية المعارفات المستديمة يعني لهذا النظر يمكن معنى من معنى It's very useful to upgrade الأنظمة القديمة لتفعيل هذه البنية التحتية البحثية يمكن لأركيد أن يكون نقطة يعني أو موضع توحيدية أو برمجة توحيدية لهذه البرامج يعني يمكن استحرام أركيد لتفعيل هذه البرامج ومدها لل يعني فتحها على البنية العالمية البحثية التحتية وعنا يعني تعرض في الأسماء البحثين والمؤلفين هو يعني التحدي كبير في مجال الأكاديمي في يعني بصفة عامة في المنطقة العربية أخذت مثال من سجل الأركيد وحبيت نبحث على اسم محمد مصطفى يعني هو في سجل الأركيد وكما نرى النتائج الأربعة الأولينين يعطي هنا أربعة انتماءات مختلفة يعني إذا أنا نبحث على محمد مصطفى مثلا في كاوس يمكن نرتكب يعني خطاء في الاستعمال والاتصال بمحمد مصطفى في يعني في مؤسسة أخرى هذا يعني في سجل الأركيد فقط شوفوا يعني في المنصات الأخرى أو البرمجيات الأخرى يمكن عنا الاشتباع هذا والالتباس هذا حاد يعني مثال آخر محمد جراح وكيف يمكن كتابته بعدة طرق يعني في أركيد وأيضا اسم ماجد محمود أبو عينين وطريقة الكتابة يعني في أركيد التي تمكن الأنظمة الأخرى أو حتى المستعمل أركيد من فهم أو معرفة الاسم الكامل للباح عبر هذه السكشن أو هذه أيضا كتابة بارت يعني هذا حاول ترجمة الأسماء العربية للمنشورات هذا مثال آخر يعني حاول كتابة الاسم في عدة طرق أخرى وعدة يعني تنظيمات النشر وكيف أركيد هو يعني المحور لجامع كافة هذه المنشورات يعني في مكان واحد ويظه توا يعني شوفوا استعمالات البنية التحتية المفتوحة إذا تحب محمد نعمل الديمو عن أوركيد سجل أوركيد وإلا ما عندك تحب تحكي في شريحة صغيرة تمام أعتقد هتكلم الآن عن داتا سايت وبعد كان ننقل ديمو أو live ديمو عن أوركيد واضح أنا هخلي هنا هنتظرك يعني تتكلم عن داتا سايت وعني أنا أعمل ديمو عن أوركيد إن شاء الله تمام شكرا جزيلا نبيل على هذا العرض الممتاز خليني أعمل شير سكرين تمام مقدمة سريعة جدا نظرا لضيق الوقتي المتاح حاليا عن داتا سايت من نحن في داتا سايت ممكن حضرتكم نشايف عندنا مشاء الله واسع من مناطق مختلفة من الحضور في مختلف المغرب العربي الخليج الشرق الأوسط فده شيء ممتاز عندنا أيضا في باحثين في أمناء مكتبات فده شيء ممتاز ممكن حضرتكم لأول مرة بتسمعوا عن داتا سايت إحنا مؤسسة خير هادفة للربح تأسسنا في العام 2009 ومسجلين في مدينة هانوفر في ألمانيا كمجتمع خاص في داتا سايت مجتمع الخاص بنا ومجتمع عالمي يشترك في مصلحة واحدة مشتركة الهدف الأساسي لنا هو التأكد أن كل المخرجات البحثية والموارد البحثية بتكون متاحة بشكل مفتوح ومتصل لماذا؟ حتى يتم تسهيل إعادة استخدامها لتعزيز المعرفة عبر كل التخصصات وفي أوقات مختلفة بنتكلم على الوقت الحالي ومستقبلا أيضا كمجتمع نحن في داتا سايت نهدف إلى جعل البحث أكثر فاعلية عن طريق استخدام البيانات الوصفية أو الميتا ديتا انفورميشن ونقدر من خلال استخدام هذه البيانات الوصفية أن نربط بين كل المخرجات البحثية ونحن نعني أو نقصد كل المخرجات البحثية من العينات والصور إلى البيانات والمطبوعات المسبقة أو ما نسميه البريبرينتس وأيضا في داتا سايت نحن قمنا بتوفير أدوات لإدارة وإنشاء المعرفات الدائمة أو معرفات الكينات الرقمية فنحن DUI Registration Agency أو مؤسسة منوط بها تسجيل وإصدار الـ DUIs وأيضا قمنا بدمج خدمات مختلفة لتحسين سير العمل وتسهيل اكتشاف ودعم المخرجات البحثية المختلفة ده سنابشوت من المجتمع الأكاديمي الخاص بدادا سايت حاليا عندنا ما يقرب من 2900 مستودع مؤسسي من 280 عضو بنعمل في 52 دولة لدينا أعباء في 52 دولة وأصدرنا إلى الآن ما يقرب من 55 مليون ونعمل بشكل عام مع أكتر من 1400 مؤسسة بحفية حول العالم زي ما قلت لحضراتكم في البداية نحن مؤسسة غيرها لدفل الربح فبيحكمنا مجلس التنفيذي منتخذ من قبل أعضاءنا فال 1400 مؤسسة بينتخب 14 عضو كل هؤلاء الأعضاء يقوموا بإدارة المؤسسة لفترة ثلاث عوام والمجلس التنفيذي الخاص بالمؤسسة هو الذي يقرر سياسات واللوائح الداخلية والخطط والبرامج التي نقوم بإصدارها والعمل عليها أيضا كمؤسسة غير ربحية لدينا العديد من المجموعات التوجيهية التي تساعدنا من أعضاءنا مجموعات منتخبين من أعضاءنا وأيضا من غير الأعضاء لهم فرصة اللي هم الخبراء الإقليميين لهم فرصة في الانضمام حتى في الفترة الحالية نحن يعني عايزين نزود الأعضاء ببداية في الخبراء الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط فلو في أي من حضرتكم مهتم ممكن يتواصل معي إن شاء الله في مجموعة توجيهية خاصة بالخدمات وتكنولوجيا مجموعة أخرى خاصة بالبيانات الوصفية مجموعة أخرى خاصة بالخبراء الإقليميين والمشاركة المجتمعية أيضا الرودماب أو خريط التطوير منتجتنا متاحة بشكل شفاف على موقعنا بحيث حضرتكم تطلعوا عليها دائمة هو المعرف الكيان الرقمي زي ما نبيل تطرق لي أو شرحه في بداية عرضه وهو الـ الـ التي تمنحها أو توفرها داتا سايت هي مناسبة لمجموعة واسعة من المخرجات البحثية مثل مجموعات البيانات البروتوكولز السوفتوير الإيميجز والنماذج المرتبطة أيضا بعملية البحث أيضا الـ أو المعرفات الخاصة بنا تدعم ما نسميه بالجري أو المؤلفات العامة مثل الرسائل الماجستير وطروحات الدكتوراه التقارير الخاصة بالمؤتمرات الأكاديمية البريبرينس أو النسخ الأولية من المقالات التكنيكل ريبورت والاستندر كل هذه المخرجات التي في الأغلب يتم إدحها في المستودع المؤسسي يمكن أن تحصل أو تدمجها مع داتا سايت لتحصل على ديو آيز لكل مخرج من هذه المخرجات البحثية ده شكل ديو آي يكون فيه البروكسي أو ديو آي سيستم الديو آي دوت أورج وبعد كده بنحصل الشق الأخر هو البريفيكس اللي هو في هذه المثال 10.1234 وده يتم إصداره من الانترناشنال ديو آي فاونديشن ونحن بحكم في داتا سايت أننا عضو أو مؤسسة إصدار ديو آيز فنحن أيضا عضو في مؤسسة ديو آي فاونديشن والشق الأخر هو الشق السافيكس الذي يتم منحه لهذا المخرج البحثي إحنا حابين أيضا في هذا السياق والسيق الخاص بزيادة التوعية طبعا أظن حضرتكم سواء كنتم باحثين أو أمناء مكتبات في جماعتكم أكيد شايفين يعني في زيادة كبيرة في اعتمالية الديو آيز مع الجونال أرتيكليز فمعظم الأبحاث التي تنشر في مجلات محلية أو مجلات دولية الآن تحصل على ديو آي لكل هذه المقالات ولكن أيضا نحب أن نؤكد أن الديو آي ليست محصورة فقط في استخدامها للجونال أرتيكليز ولكنها تدعم كل الطيف الواسع من المخرجات البحثية والجدير بالذكر أيضا أن الجونال أرتيكليز هي فقط جزء من ما نسمي السجل العلم الكبير أو الاسكولاري ريكورد وينبغي أيضا تسجيل كل المخرجات البحثية من رسائل علمية من بروتوكولز من مجموعات بيانات من صور من عينات تم جمعها خلال القيام بالعملية البحثية والتي تودع كل هذه المخرجات في المستودعات المؤسسية ينبغي أيضا تسجيلها بمعرفات كيانات رقمية أو ديو آي لماذا؟ لأن ذلك سوف يحسن من استكشاف وانتشار هذه المخرجات يحسن أيضا من قابلية الاستشهاد يحسن أيضا من قابلية إعادة الاستخدام فأنا مثلا عندما أمنح ديو آي للداتا سيت الخاصة ببحثي فأنا أسهل مشاركتها ومشاركة هذه البيانات التي جمعتها مع الباحثين الآخرين في المجتمع الأكاديمي وده شيء مهم جدا هذا مثال لديو آي يستخدم لجون الأرتيكل وظنه هو المثال الأشهر حاليا أيضا في مثال آخر لمجموعة بيانات أو داتا سيت تم استخدام ديو آي لها هذا مثال آخر لديو آي تم استخدامه لسوفتوير فهذه التول أو هذا السوفتوير قام الباحث باستخدامه أو إنتاجه خلال قيامه بعملية بحثية معينة وقام بإتاحاته بشكل مفتوح للجميع وأيضا أرفق أو استخدم ديو آي لزيادة التعريف هذا مثال أيضا آخر لأطروحة ماجستير باللغة العربية تتحدث عن ريادة الأعمال في قطاع البنوك وتم استخدام معرف ديو آي لهذه الأطروحة أيضا عندنا شايفين الأرشيفات الوطنية أو الناشنال أركايبز أصبحت أيضا تستخدم معرفات أو المخزنة في هذه الأرشيفات ونحن أيضا في داتا سيت لدينا مبادرة مع اتحاد IGSN حيث نوفر أيضا معرفات خاصة بالعينات سواء كانت عينات فردية أو عينات جماعية وأيضا مواقع تجميع هذه العينات أيضا يمكن أن تنلح ديو آي لموقع تجميع عينا وأيضا حتى العينات التالفة أو المهملة زي نفس الفكرة اللي بنتكلم عليه هو أيضا نشر النتائج السلبية أنا قمت بعملية بحثية ووصلت نتائج سلبية مثلا فأيضا ينبغي علي أن أنشر هذه البيانات لأن نشرها ممكن باحث آخر يطلع عليها فلا يقوم باستخدام نفس الماثدولوجي فلا يقوم بإعادة إنتاج نفس النتائج السلبية التي وصلت إليها فأيضا العينات السلبة أو التالفة أو المهملة يمكن أيضا أن تحصل على ديو آي وفي حالة الاهتمام بهذا الموضوع بالتحديد ممكن يعني أحطكم إنتاج مع الشخص المسؤول في مؤسساتنا بالـ AGSN ده سكرينشوت أخدتها من الريجستري أو السجيل الخاص بـ وزي ما حالاتكم شايفين الألف ورمائمية مؤسسة أو جامعة التي تنضم إلينا مسجلين طيف واسع من المخرجات البحثية ما يقرب من خمستاشر مليون داتا سيت فيزيكال أوبجيكت الأدوات التي تستخدم في عملية البحث فيما يقرب من مليون بري برينت أكثر من أربعة مليون صورة بحثية تم استخدام دي و آي لكل صورة سوفتوير وبعمائة ألف سوفتوير ديزرتيشن أيضاً ورسائل الماجستير والدكتوراه لدينا ما يقرب من مائة ألف رسالة وأطروح الماجستير والدكتوراه مسجلة أيضاً تكمن أهمية الديو آي في تحسين قابلية الاستكشاف قابلية الاستكشاف في قواعد البيانات المحلية أو الدولية والعالمية زي مثلاً جوجل داتا ست سيرش محرك البيانات الخاص بمجموعات البيانات من جوجل أيضاً استخدامك للديو آي ممكن يساهم في اكتشاف المستودع المؤسسي الخاص بك في مثلاً قواعد بيانات مثل دايمينشن دا مثال كاوست أحد أعضاء داتا سايت فالريسيرش البيانات الخاص به مستكشف والمواد المنشورة هناك مستكشفة أيضاً في ديجيتال ساينس دايمينشن زي بلادفورم فأيضاً في قواعد بيانات أخرى زي بروكويست أوبن إير وداتا سيتيشن إنديكس من كيلاريبيت نحن في داتا سايت أطلقنا برنامج للوصول العالمي في فبراير 2023 من هذا العام عن طريق منحة حصلنا عليها من مؤسسة تشيان زوبربرجي إنيشيتب الغرض الأساسي هو زيادة الاعتماد العالمي للمعرفات الدائمة والفريدة وأيضاً زيادة الوعي في مناطق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بهذه المعرفات وزيادة اعتمادها في كل المنصات البحثية البرنامج له ثلاث محاول رئيسية محور خاص بالتوعية محور آخر خاص بالبنية التحثية والتقنية محور آخر خاص بالتمويل في المحور الخاص بالتوعية بنعمل على تحليل الفرص التعلم والاحتياجات الموجودة مثلاً في المنطقة العربية ونحاول نعمل ويبنار زي نتحدث فيها للمجتمع الأكاديمي في المنطقة العربية على سبيل المثال زي الويبنار اللي بنصديفه اليوم أيضاً نخطط لإطلاق برنامج للسفراء بنحاول نشوف نعمل للاعضاء الحاليين الموجودين في داتا سايد ونظهر هذه الكيس ستاريز أو دراسات الحالة للمجتمع الأكاديمي ده بعض الأمثلة للتعاونات اللي بدأنا أو اللقاءات اللي بدأنا نعملها بلغات مختلفة أيضاً في شقق قاس شغالين عليه في البنية التحتية بنحاول ندرس ما هي البنية التحتية للمستودعات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال ما هي البرامج المستخدمة سواء كان دي سبيس سواء كان إي برينس ما هي البرمجيات المختلفة التي تستخدم في المنطقة العربية إن شاء الله هذه التقارير سويتم نشرها ومشاركتها مع المجتمع بشكل مفتوح قريباً فوراء الانتهاء منها اعتمدنا أيضاً على قواعد بيانات ستاندرد زي روار أوبندوار كوار قواعد بيانات ثابتة للمستودعات المؤسسية أيضاً البيكي بي أو بابليك نوليجي بروجيكت زي الأو جي اس أو الأو أم بي بمختلف برمجيات أيضاً حاولنا نشوف الدراسة لاستخدامهم في المنطقة العربية أيضاً زي ما قلت لحضراتكم شغالين نحن نحلل البنية التحتية لمستخدمة في المنطقة العربية بحيث نحن نحاول نفهم والله وجدنا ما يقرب من 52% من المستودعات المؤسسية المسجلة في المنطقة العربية في قاعدة روار بتستخدم دي سبيس في أيضاً حوالي 20% بيستخدمه إي برينس في ناس بتستخدم بي بريس وأو جي اس فبنحاول ناخد فكرة عن البنية التحتية ووضع البنية التحتية في المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المحور الثالث من برنامج الوصول العالمي الخاص بدايتا سيت وخاص بالتمويل قدمنا فرص تمويلية فرص تمويلية مختلفة تصل إلى 50 ألف يورو لأي جامعة مهتمة ببناء مستودع مؤسسي أو جامعة لديها مستودع مؤسسي قائم وتهدف إلى تطويره وتحسينه أو حتى جامعة تهدف إلى الحصول أو جمعية مثلاً غير هدفة للربح تهدف إلى الحصول على تمويل لزيادة الوعي في دولتها أو في نطقها المجتمع بأهمية المعرفات الدائمة ودور هذه المعرفات في دعم حركة العلوم المفتوحة التقديم للأسف أغلق الآن التقديم كان من 1 سبتمبر إلى 15 أكتوبر وإن شاء الله ستعلن في مؤسسات من العالم العربي تقدمت من الأردن من لبنان من مناطق مختلفة في العالم العربي تقدموا للحصول على هذا التمويل حالياً يتم مراجعة هذه الطلبات وسنعلن أسماء الفائزين في ديسمبر بإذن الله وستكون مدة هذا المشروع من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر زي ما قلت لحضراتكم تلقينا ما يقرب من 170 طلب مختلف من كل مناطق جاب اللي هي بنتكلم على الشرق الأوسط إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأيضاً نعمل حالياً على إطلاق برنامج مماثل لسنة 2024 هيكون فيه فرصة تمويلية أخرى بإذن الله في النهاية هيكون عندنا عرض إن شاء الله بعدما نبيل يتطرق إلى عرض سريع لأوركيد هنعمل عرض أيضاً سريع لمنصة data site comments وبعد كده إن شاء الله يكون فيه الشق الخاص بالأسئلة والأجوبة شفت مجموعة من الأسئلة إن شاء الله هنأتطرق لها في حالة وجود أي سؤال أو استفسار ممكن حضراتكم تضعوه في شكراً جزيلاً شكراً محمد أنا هنشر أشارك بالشاشة لو فيه URL أيضاً نبيل تحب تشاركه أيضاً في الـ بحيث أن يمكن الحضور أيضاً من الاطلاع على الـ URL تمام واضح هو ده الأوركيد ويب سايت أنا هحطه على الـ ويب سايت وسهل جداً يعني الحصول على أوركيد يعني إذا إذا أنا مستعمل جديد يمكن نخرج من التسجيل هذا ويعني المفيد أنه إذا نحب نسجل أول مرة في أوركيد نمشي يعني تسجيل الآن ونضيف الاسم الأول واللقب اختياري نضيف كان البريد الإلكتروني وتأكيده ونضيف بريد إلكتروني آخر يعني ثلاثة خطوات هما من بعد الخطوة هي الحماية والإشعارات يعني يكون عندي دخل في يعني تدفين الحماية والإشعارات يعني البريبسي ويعني بعض العرض والشروط اللي هما الترمز وإن كونديشنز يعني يكونوا آخر مرحلة في يعني حصول على أوركيد أنا بش ندخل بالإيميل متاعي ويعني نشوف هذا الأوركيد ID يعني هذا حساب أوركيد متاعي كما نشوف هوني الأسماء والكتابات متاع اسمي حديتهم الكل في هذه السكشن هذه وعننا أيضا البريد الإلكتروني اللي هو باي ديفولت يعني مهوش فيزيبول للعامة هو فيزيبول خاص خاص يعني أنا بركة يمكن أن نشوفه وعننا يعني مجال آخر لربط المعرفة الأخرى كما هذا الجوردانيان ريسيرش ان نوفيشن نمبر اللي هو مرتبط بالجوردانيان انوفيشن بلاتفور يعني هما زادة عندهم معرف خاص والحب زادة يربطوه بأوركيد بسجل أوركيد الباح هذا يعني مثال من المعرفات الخارجية اللي يمكن نربطوها بأوركيد وعننا قسم التوظيف وتشوفوا هنا يعني قسم التوظيف فما التوظيف المضاف من عندي يعني أنا عملت التدوين هذه وعلى تخلص المعلومة هذه وإذا تشوفوا هنا المعلومة اللي دخلت هنا يمكن تحريرها وإلا حذفها والمعلومة اللي يعني دخلت من قبل برمجة أخرى أو منصة أخرى لا يمكن تحريرها أو لا يمكن يعني تبديل أي معلومة في وسطها يمكن حذفها فقط هذا قسم التوظيف يعني كما نشوف هنا قسم التعليم والمؤهلات هنا يعني وين نوضع المستوى التعليم دانا أو المؤسسة التي تعلمنا فيها الأنشطة الاحترافية يعني يمكن إضافة امتياج يمكن إضافة عضوية يمكن إضافة خدمة يمكن إضافة منصب شرفي يعني كل هذا يمكن إضافته آليا عبر برمجيات أخرى كما مثلا D-Space بليحبي أسر مثال D-Space كما D-Space وإلا أي أنظمة أخرى تمكننا من تدخيل هذه المعلومات وتوظيفها في الأقسام هذه أنشطة وإلا أنشطة احترافية وإلا تمويل وإلا أعمال بالنسبة للأعمال كيف زد بنفس الطريقة يمكن شوف هذا العمل اللي هو يعني كان مدفوع من قبل DataSite وهذا لأنه أنا انشرته في Zenodo وهون بالذات يعني نشوف أهمية البنية التحتية المفتوحة أنا يعني مشيت لزينodo اللي هو موقع يعني ننشر في الأعمال وإلا المنشورات وإلا الأبحاث وأضفت Orchid ID متاعي أضفت الرقم Orchid يعني في واختلي أنا قاعد ننشر في يعني في البروسيس متاع النشر وبعد يعني بضع الثوانية ولا بعض دقائق نشوف العمل هذا في Orchid متاعي مغير ما أنا نعمل حتى يعني أكشن أخرى ولا نعمل حتى نضيف أي معلومة أخرى يعني مشيت لزينodo أضفت العمل المتاعي في بعض دقائق ريت رفلكت يعني في Orchid في سجل Orchid المتاعي والمصدر هو DataSite هذا لأنه DataSite وزينodo أيضا عندهم يعني ويخدموا مع بعضهم يعني لتفعيل هذه البنية التحدية البحثية باستخدام Orchid وباستخدام الـ وكما نرى يعني هذا الـ خاص بزينodo يعني إذا كنتوا مؤسة يعني إذا كنتم مؤسة خاصة أو إلا مؤسة تعليمية يمكن يمكنكم الحصول معناها على معرفكم الـ الـ الخاص بكم يعني هذا تابع زينodo اللي هما تابعين CERN اللي هي يعني في سويسرا اللي هي يعني مجمع اللي تابع المجمع النووي الأوروبي يعني هذة هم الأعمال بصفة سريعة الأعمال اللي كان بنشرهم نشوف العدة منهم المستر data site والأعمال اللي أضفتهم أنا من طرفي يمكن تحريرهم وتبديل المعلومات في وسط العمل ويمكن أيضا حذفهم المعلومات اللي دفقت من زينodo ولا من من Fiction ولا من أي partner ل data site لا يمكن تحريرهم وإلا يعني تبديل أي معلومة في التفاصيل يمكن بس حذفهم يعني هذا بطريقة مختصرة الأركيد ركورد وأنا هل يعني نوقف الشيرين كوني ومحمد إذا إذا بتتفضل تورينا data site comments تمام شكرا جزيلا نبيل عرض مبتاز وفعلا بيظهر أهمية استخدام هذه المعرفات وكيفية الرط ما بين هذه المعرفات والأنظمة المختلفة شكرا نبيل أنا وضعت في التشات بوكس رابط لمنصة data site comments هي منصة مفتوحة للجميع يمكن حضرتكم تطلعوا عليها في أي وقت بشكل مجاني ومفتوح ممكن أن تقوم بعمل حساب مثلا للاطلاع على ليس للاطلاع على المحتوى ولكن في حالة مثلا وجدت أعمالك لو أنت قمت بعمل deposit لمثلا اطروحة الماجستير الخاصة بك في زنوده محتاج أن تقوم بعمل ما بين data site كومنز و و و و و لأول مرة فقط فتحتاج حسابك لتفعيل هذا الرابط ده مثال ل data site كومنز في data site كومنز هي منصة بتمكن الباحثين من الاطلاع على الوركس أو الأعمال المختلفة بنتكلم هنا في الوركس عندنا ما يقرب من 55 مليون عمل مختلف هو الأعمال التي حصلت أو قمنا في data site بإصدار لها وأيضا بعض الأعمال القادمة من كروس ريف كروس ريف هي مؤسسة أخرى تصدر معرفات كيانات رقمية مشهورة بشكل أشهر في سياق النشر الأكاديمي فهناك بعض القادمة من كروس ريف أيضا من خلال منصة كومنز عاملين ربط مع أركد فبنعرض معلومات عن المؤلفين من خلال سجلات أركد عادلين أيضا ربط مع Research Organization Registry أو RORID فبنقترنا من خلال الRegistry الخاص بالمؤسسات البحثية أن نقوم أيضا بعرض معلومات عن هذه المؤسسات وبعض الربوزوتريز أو المستودعات المستكشفة سواء من أعضاء Data Sites أو من مشروع Read3 Data Project لمستودعات البيانات المفتوحة على سبيل المثال أنا قمت بعمل البحث سريع عن كلمة Biology في السكشن الخاص بالأعمال فيما يقرب من مليون وخمسمائة ألف عمل مختلف ظهر لي في يساري الشاشة حضرتكم شايفين أشهر المؤلفين أو Tip Contributors ممكن كمان أعمل Filtration بالPublication وعندنا في الأنواع المختلفة فيما يقرب من مليون ومليون داتا سيت مختلفين عن البيولوجي فيما يقرب من 33 ألف صورة حصلت على DUI بتتكلم في نطاق البيولوجي في 4000 Preprint في هذا العدد من البوك شابتر وأيضا بنعرض معلومات الترخيص License Information معلومات الخاصة باللغة فزي ما حدثتم شايفين ال DUI أو المعرفات الكيانات الرقمية تدعم طيف واسع من اللغات ما فيش عربي بس العربي في هذا المثال ولكن العربي included وأيضا تدعم كل العلوم المختلفة وشايفين Registration Agency القادم منها هذه ال DUI في الصفحة الأخرى عملت مثلا بحث سريع عن أحد أعضاءنا في DataSite هو جمعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المنكة العربية السعورية يستخدموا منصة DataSite للحصول أو لتسجيل DUI للمستودع المؤسسي الخاص بهم فعلى سبيل المثال هذه المخرجات البحثية المنتجة من قبل الجمعة وأيضا تحصل على DataSite DUI شايفين في DataSits أنواع مختلفة أو طيف واسع من المخرجات البحثية عندهم ما يقرب من 2000 رسالة Magistrier سجلوها أو Desertation وسجلوها ب DUI في DataSits في Software ففي طيف واسع من المخرجات المخزنة في مستودعاتهم المؤسسية وقاموا وقاموا بالحصول على DUI لكل مخرج بحثي أنا ضغطت هنا على أحد هذه الأمثلة أعتقد أنه كان DataSite ففيه DataSite خاصة بالجينوم أو البيولوجي الخاص بهذا البحث وهذه DataSite تم إداعها في كاوست ريسيرش ريبوزوتري هذا هو DUI الخاص بها بتشوف لو فيه أيضا في كاوست في البداية كان شغالين حاليا بDSpace فهم أيضا بيستخدموا نظام الهندل ولكن أيضا نحن بنعرض معلومات أخرى سواء عن الـ الاخرين فبنعرض الهندل وبنعرض أيضا الـ DUI القادم من DataSite فيه أيضا معلومات عن المؤلفين أو لهذه الأعمال البحثية فهنا بتتجلى أهمية بحث عن Biology فبنشوف أسماء أو المؤلفين وأعمالهم البحثية أيضا عن طريق معرفات أركيد الخاصة بهؤلاء المؤلفين أيضا مثلا لو أنا ضغط لو أنا مثلا المؤلف لهذه الـ DataSite ممكن Add to Orchid Record فبيتحقق مني أن أنا فعلا المؤلف لهذا العمل وأقدر بعد ذلك أي بحث بيتم إداعه في DataSite Commons سواء عن طريق DataSite DUI بيتم تفعيله تلقائيا في منصة أو في الـ Record أو في سجل أركيد الخاص به كباحث خلينا أول مثلا لو في عطية الـ Desertation أو الأطروحة الماجستير أو الدكتوراه الخاصة بيعملت لها إداع في زنوده مثلا وأنا عندي أكاونت على DataSite بيتم تحديث تلقائيا الأوركيد ريكورد الخاص بي فأحرص إن أنا كل الطيف البحثي سواء أنا كنت باحث مثلا أكاديمي أي طيف بحثي بنتجه سواء DataSite سواء عينات سامبل سواء صور سواء جورنال articles حصلت على DUI لأقدر أرفق كل هذه المخرجات البحثية في سجل البحثي لو أنا أمين مكتبة أو مسؤول عن مستودع مؤسسي في هذا المستوى نقوم بتخزين طيف واسع من المخرجات البحثية استخدام ال DUI بيساهم أن كل هذه المخرجات تكون مستكشفة يعود بالفائدة على الباحثين وأعضاء هئة التدريس في مؤسستي يعود أيضا بالفائدة على مؤسستي أو جامعتي أن مخرجات بحثية مستكشفة أكثر من جامعتي فلا يساهم في تحسين مستوى وتصنيف جامعتي أيضا ده يساهم أيضا في تحقيق أو إعادة انتشار وإعادة استخدام هذه المخرجات البحثية لما تكون مستكشفة أكثر فلا يساهم أن باحثين آخرين في مناطق مختلفة يطلعوا على المحتوى المنشور والمودع في مستودعي المؤسسي فيساهم بشكل عام أيضا في تعزيز الشفافية في تعزيز إعادة استخدام وهي أحد أهم أهداف العلوم المفتوحة أو العلوم الحرة بشكل عام فده باختصار شديد كان عرض سريع عن منصة DataSite Commons أنا أعتقد أننا كسرنا حاجز الساعة ولكن يعني أتمنى أن حضرتكم تكونوا مستفيدين من هذا اللقاء في بعض الأسئلة لن نسترق لها نبيل بشكل سريع في سؤال عن أوركيد هل يمنحك أوركيد الملكية الفكرية لعملك لا بس يمكن إضافة المعلومات عن الملكية الفكرية في الوسط أوركيد يعني إذا كان عندك PPI number أو patent number أو أي معلومة حول الملكية الفكرية يمكن إضافة الأوركيد تمام في سؤال آخر هل تضاف الأعمال العلمية تلقائيا أم ينبغي للباحث إضافته يعني خلينا نجاوب على الشقة الخاص بـ data site commons مثلا فيه احنا عاملين بلوجين بتعمل automatic integration أو ربط ما بين أي عمل بتحصل عليه باستخدام معرف كيان رقمي وتكون data site هي المؤسسة التي أصدرت هذا المعرف في مرة أول مرة فقط بتحتاج تعمل الpermission أو الapproval إن data site commons تقوم بعمل update للأوركيد ريكود الخاص بك ولكن بعد ذلك تتم حدوث هذه العملية تلقائيا لأي DUI أصدرت data site وتم إداعه في data site commons نبيل بالضبط محمد الجواب يعني شبيه عنا البرمجيات والبرمجيات هذا مع البرمجيات المستعد المستوضعات الرقمية وعنا زاد الإضافة يعني من طرف الباحث يمكن إضافة جميع أنواع الأعمال من الأوركيد الخاص بالباحث يعني في إضافة سكشن اسمها إضافة أو add ومن هناك يعني يمكن ربط الأوركيد مثلا بمنصات أخرى كما scopus كما data site أو كرسرف search engine ويمكن تفعيل هذه المعلومات التي في المنصة الأخرى بأوركيد بطريقة آلية هذا يعني نسميه search and link with it وطريقة يعني يدوية أنه الباحث يعني يمشي ويضيف يعني بالبحث بالبحث إذا كان عنده المعرفات كما الـ وكما الـ وإلى خير ممتاز شكرا نبيل كان في سؤال أيضا هام جدا كان اضطرح في الـ chat أعتقد على يعني كان بيتكلم على إجراءات الأمن سيبراني ونت تكلمت نبيل على الـ GDPR وماذا تقاطع ذلك مع العلوم المفتوحة والعلم المفتوح هل في أي تقاطع ما بين هذه الإجراءات والخصوصية أيضا لما تكلمت عن الخصوصية والله هم الإجراءات يعني احترام المبادئ والأساسيات هذه أول حاجة يعني يمكن نحطها كتفعيل وقت اللي نخم في البنية التحدية المفتوحة يمكن يعني أخذهم بعين الاعتبار في الـ المؤسسسة اللي قاعدة تخدم عليها ولي تبني فيها ويمكن أيضا يعني رؤية تقول تشابهات بين هذه الأساسيات يعني جميع الأساسيات كانوا US Privacy Shield وإلى GDPR وإلى بوبي سات سات أفريكا وبناء سياسة خاصة بال بالإنستيوت يعني بالمؤسسة يعني سياسة احترام قواعد نشر البيانات والاحترام قواعد التواصل البيانات اللي تكون خاصة بالمؤسسة واللي هي مشتقة من الـ GDPR لأن كل مؤسسة وعندها يعني أهدافها بالنسبة للموضوع هذا صحيح تمام وأعتقد أيضا نحن كمؤسساتين سواء كانت ORCID أو DataSite بنحترم بشكل كامل المؤسسات أو الـ GDPR بوليسات الخاصة باحترام خصوصية الأفراد ومشاركة وكيفية مشاركة بيانتهم فده الشقة مهمة جدا كم في أعتقد أيضا في سؤال عن معرفات الملكية الفكرية ممكن احنا تطرقنا المعلومات الترخيص أو لما بنتكلم على العلوم المفتوحة بنقول أحد ركائز أيضا العلوم المفتوحة هي رخصة المشاعر الابداعي أو Creative Commons Attribution License وهي رخصة المشاعر الابداعي هي رخصة تمنح للأعمال التي تعمل في نطاق الوصول الحر أو Open Access وأيضا في نطاق Open Science نبيل تحب تضيف أي شيء نعم بذلك الجاوب متاعك كامل سمحات تمام ممتاز تمام وأعتقد نبيل تكرمت أنت وأجبت على كثير من الأسئلة في الشق الخاص بال T&O A-Box شايف أسئلة كثيرة أنصر بفداشي ممتاز يعني لو إن شاء الله الشق الخاص بالSlaids أو الPresentation أو اللي تم عرضها ستكون متاحة وهن أترسل لحضراتكم أيضا في الFull-Up إيميل أيضا recording أو تسجيل كامل لكل الويبنار سيتم تحتو في Data Site YouTube Channel يتم مشاركتها هناك لو في أي سؤال أو استفسار ممكن نتواصل أيضا عن طريق الإيميل بعد ذلك وبنشكر حضراتكم على الحضور والمشاركة الفعالة في هذا اللقاء وطبعا في النهاية لازم أشكر أيضا زميلي العزيز نبيل على مشاركته الفعالة معنا اليوم شكرا نبيل شكرا شكرا محمد آخر حاجة يعني ننشر معكم وضعية ويستعمال بعض المستوضعات الرقمية وعندكم مثال يعني يمكن نخص حلقة ولا اثنين لشرح وال يعني التقديم أكثر معلومات حول الانتغريشن والبرامجيات حول هذه هالبرامجة ويعطيكم صحة على حضوركم وإن شاء الله نراكم مرة أخرى تمام شكرا جزيلا نبيل شكرا شكرا جزيلا لكل السادة الحضور مع السلامة شكرا جزيلا شكرا جزيلا